مشاهدين الكرام مرحبا بكم لم تستنكف دول الغرب الكبرى في السعي للهيمنة على العالم وغزوه ثقافيا وفكريا وحصار من أرادت اقتصاديا وعسكريا فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ولما لا نقاتل من قاتلنا ونبادئ من اعتزلنا لنفتح العالم كله ونخضعه لحاكمية الله وحده فإما الإسلام أو القتل أو الجزية أم أن هناك رؤية أخرى تمثل روح الإسلام الحقيقية وتعاليمه السمحة هذا ما سنتبينه اليوم مع ضيفنا الدكتور عدنان إبراهيم وموضوع القتال في الإسلام كما أطلب منكم مشاهدين الكرام المشاركة من خلال هاشتاج ليطمئن قلبي موسيقى إليك أقبلت ربي تنير بالذكر دربي نذل بالآي تهدي إلى سلام وحبي موسيقى موسيقى دكتور عدنان مرحبا بك ونستمر معك طبعا في برنامج ليطمئن قلبي أهلا وسهلا بك سيد السعود دكتور تحدثنا بالأمس عن الجهاد بشكل عام يليت ندخل بتفاصيل أكثر يعني قتال لو تحدثنا عن قتال المحاربين هل هناك تفصيل أو شيء ممكن نتحدث حول قتال المحاربين في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم في الحقيقة أخي الأستاذ سعود أستاذ الفقهاء حين تكلموا عن القتال بشكل عام قسموه إلى قسمين رئيسين قسم الأول القتال الذي يدعى بالقتال في سبيل الله وهو قتال الكفار المشركين والقسم الثاني دعوه أو سموه قتال المصالح وهذا تحته أنواع ثلاثة في رأسها قتال المحاربين قتال المحاربين الذين يرتكبون جريمة الحرابة وعقوبة هؤلاء المحاربين طبعا بالتعبير المشهور هم قطاح أو الطرق الذين يخيفون الناس والعياذ بالله وربما قتلوا وربما اقتصبوا وربما سرقوا وربما جمعوا بين أكثر من جريمة من هذه الجرائم في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أربعة أنواع أو أربع صور من صور العقوبة فقال السادة العلماء هذا بحسب الجريمة التي يجترموها ويقترفوها قاطع الطريق أو المحارب فأن يقتلوا إذا قتل يقتل عفوا دكتور محاربة الله ورسوله هل هي بالسلاح أو ممكن يكون حتى باللسان لا هذه الآية هذه الآية هي في الحرابة والإفساد بالأرض بقطع الطريق وهذا ليس مجرد باللسان ليس باللسان أو كذا هذه الآية الحرابة هي الحرابة المسلحة ملتنت كما يقال يعني واضح تماما فهؤلاء كما أقول ما عليها خلاف هذه أبدا ما في خلاف طبعا في خلاف فقط أشياء لا أريد أن أشغل بها المشاهدات هل يكون هذا داخل المدن أو يكون خارج المدن اختلافات بين المذهب المتبوعة لكن على كل حل فقال السيد العلماء إن قتل يقتل أن يقتلوا أو يصلبوا تصليب من أبشع ما يكون هذا في حق المحارب الذي يقتل ويسرق يقتل ويسرق هذا يصلب والعيوذ بالله أما إن سرق دون أن يقتل إن سرق دون أن يقتل فهذا يعني تقطع يده ورجله من خلاف يد يمين رجل يسار أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض المحارب الذي يثير الفزع والخوف دون أن يسرق أو يقتل هذا ينفى واختلفت يعني أرى السيدة العلماء في معنى أن نفي من الأرض هنا على أقوال منها قيل السجن بالمصدر يعني أن يزجن سجنا السجن وقيل ينفى إلى ديار المشركين وقيل يطرد من مدينة إلى مدينة وقيل يطلب بالحد فيظل مطرودا دائما وضع أن أرجح هذه الأقوال القول الأول السجن أن يزجن والله تبارك وتعالى أعلم طبعا هذه الأية أعتقد أنها تبين لنا خطر الأمن خطر أمن الدولة وأمن المجتمع وأنه لا يتساهل فيه فهذا بالنسبة لقتال يعني العامليات الرهابية التي تنفي بالدانة الإسلامية تدخل في هذا المنطر؟ يعني أوليا ومباشرا بلا شك طيب دكتور فيما يتعلق بمقاتلة البغاة؟ البغاة نعم يعني على كل حال الإمام الشافعي رضونا الله عليه قال كلمة مشهورة قال أخذنا قتال البغاة من سيرة الإمام علي لأنه قاتل الخوارج أما قتال المشرك والكفار فمأخذ من كتاب الله ومن سيرة رسول الله عليه الصلاة وأفضل أسلامه البغاة البغاة باختصار هم جماعة من المسلمين خرجوا على إمام الزمان على الإمام الشرعي يعني على الرئيس أو السلطان أو الخليفة إلى آخره الإمام الشرعي بتأويل بتأويل يظهر لسائر المسلمين لمن عداهم من المسلمين فساده ولذلك يعني يقف هؤلاء في قبال سائر المسلمين الذين يدعون أهل العدل إذن أهل العدل في مقابل أهل البغاة ثم ذكر السادة العلماء أن قتال البغاة يفترق من أو عن قتال المشركين والكفار الحربيين في وجوه منها هذا مهم يعني ربما منها أننا لا نقصد بقتالهم قتلهم إنما نقصد بقتالهم ردعهم وزجرهم اثنين لا يجهزوا على جريحهم لا يقتل أسيرهم في أي حال من الأحوال لا يقتل أسيرهم لا يتبع مدبرهم لا يوادعون على مال ويمكن أن نوادع الحربيين على مال هؤلاء لا يوادعون على مال لكن لا تسبى أيضا نساؤهم وذياريهم ما في سبي ما البغاة لا تنصب عليهم الرعادات يعني المجنيق جميع من جنيق ممنون لا تحرق مثلا أجارهم وديارهم إلى آخر هذه الأشياء لماذا استثنوا منهم لأنهم مسلمون هم مسلمون والمحاربون كفار كفار مشركون يريدون استئصال الدين الكافر الذي جاء يحاربك هو يريد أن يستأصل دينك أصلا ولا يستطيع أن يستأصله إلا باستئصالك أما هذا فإلى الأسف يعني بعض البواء كالخوارج يعني غيرة يظن أنهم غيرة على دين الله وعلى شرع الله حاربوا الإمامة مثلا عليا كرم الله وجهه وهو نفس الشيء ممكن بتأويل فاسد بنزغات للأسف شيطاني يظنون أنهم إنما يغارون على دين لا أكثر من الإمام مثلا الشرع وهكذا طيب دكتور قتال الفتنة قتال الفتنة هو نوع الثالث إذن من قتال المصالح ويفترق قتال الفتنة وقتال أهل الفتنة من قتال البغاء من حيثية معينة دقيقة وهي في الفتنة أستاذ سعود لا يتبين أو لا يتبين المحق من المبطل من هو العادل من هو الظالم من هو المحق من هو المبطل من الطرفين لا يعرف كأن يتقاتل مثلا نفترض سلطانان أو رئيسان أو زعيمان للمسلمين لهذا أتباع ولهذا أتباع وهذه دولة وهذه دولة والناس لا يتبينون من هو المحق من هو المبطل ولذلك قال الفقهاء في هذه الحالة يجب على المسلم الذي يحتاط لدينه ويرعى الحرمة أن يعتزل هنا الأحديث الكثيرة التي تتحدث عن قتال الفتنة الاعتزال يعتزل المسلم أما البغى فيقاتلون هذا طبعا يطلق عليه الآن في العصر الحديث الحروب الأهلية ممكن حروب أهلية نعم إذا لم تكن بغيا طبعا كل ما لا يتحقق فيه شروط البغي يكون قتال فتنة طيب من المعني الآن في العصر الحديث الآن نتحدث عن الدول الإسلامية من المناط به مهمة القتال هل هي مؤسسة الجيش الرسمية أم أنه ممكن جماعة هي التي تؤسس مثلا جماعة مسلحة وتبادل بالقتال والدفاع أحسنت أشكرك على هذا السؤال أحسب أن هذا السؤال مهم جدا أخي سعود لماذا لأن أكثر الجماعات المسمى بالجهادية وغير الجهادية لم تطرح هذا السؤال بشكل صادق على نفسها وللأسف غروا بالشباب عبر عقود للأسف بحجة أنهم يقومون بواجب الجهاد بذروة سلام الإسلام مع أن جماهير الفقهاء يعني السادة الحنفية والسادة الملكية والحنابلة وكل فقهاء الحديث كل علماء الحديث كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يحرم الجهاد بغير إذن الإمام لا يجوز الذي يعلن النفير العام هو الإمام إمام المسلمين الرأس الأكبر أو الكبرى كما يقال الإمام الشافعي قال بكراهة ذلك ولم يقل إيه بحرمته الإمام بن حزم قال بتجوزه و الظاهر أن الحق مع الجمهور لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قيل لكم انفروا من الذي يستنفرهم؟ كما في الحديث المخرج في الصحيحين و إذا استنفرتم فانفروا إذن هناك استنفار الإمام إمام المسلمين هو الذي يستنفر هو الذي يستنفر نحن نعلم جميعا أنه في الجهاد الذي هو فرض كفاية نحن فرقنا بين أي فرض الكفاية و فرض العين في أحوال الثلاثة في الجهاد معظم الجهاد فرض كفاية في الجهاد الذي هو فرض كفاية يجب على المرء أن يستأذن والديه فإذا واجب أن يستأذن والديه كيف لا يستأذن إمام الأمة و جهاد قد يورط الأمة أصلا في حرب ليست مستعدة لها مثلا مع قوة أخرى قد تكون أكثر عديدا أو عدة أو أهبة فهذا لا يجوز بغير ذن ولي الأمر طبعا هناك أذلة كثيرة للسادعية الفقهاء تؤكد من ضمنها أيضا قوله تبارك وتعالى و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يعني شاء من الشؤون العامة إما شاء سلمي أو شاء حربي أذاعوا به حتى في الكلام فقط ليس إعلان الحرب على آخرين أذاعوا به يقول تعالى و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إذن في هذه الأمور ينبغي أن يرد الأمر إلى أهله فكيف بأمر الجهاد و القتال و فتح جبهات ماذا بقي للفرد المسلم المسلم الصادق ليقوم بدوره في ما يحدث الآن حولنا في العالم الإسلام والعربي بقي له إذا تحدث عن الجهاد يعني كل صنوف الجهاد الأخرى التي لا يشترط فيها إذن ولي الأمر كجهاد النفس والجهاد باللسان كل هذا أي مسموح و أيضا حين يعلن ولي الأمر الجهاد بشروطه يحيي هلن و هذا الجهاد هو المثمن على فكرة هذا الجهاد هو المثرة أنت تخيل الآن مثلا دولة دولة عربية دولة مسلمة لديها جيش و لديها خبرة عسكرية طبعا لديها إمكانات هائلة لا يمكن أن تتوفر لجماعة مهما كانت هذه الجماعة مهما كانت هذه الجماعة هذه الدولة مثلا حين فعلا تفتح حربا أو تريد أن تخوض حربا تكون درسة الموضوع من كل الجوانب و على أيدي أناس متخصصين و أهل هذا الموضوع بخلاف جماعة من الشباب أو جماعة من الناس ليس لديهم إلا الحماس لا لديهم منظور استراتيجي و لا تقييم حقيقي لموازين القوة أو الأوضاع في المنطقة أو في العالم فإلأسف يورطون أنفسهم ثم يورطون الأمة من ورائهم طيب دكتور من أنواع الجهاد جهاد الطلب و جهاد الدفع هل الإسلام شرع النوعين في كل الحالات هذه مسألة أستاذ السعود طويلة في الحقيقة و أنا أسأل الله عز وجل أن يوفقني لكي ألملم فيها أطراف الكلام فالكلام ضاف و طويل جدا فيها لكن باختصار نعم باختصار في الفقه الإسلامي التقليدي جرى الحديث في المدومات الفقهية عن كل نوعي القتال أو الجهاد جهاد الدفع حين يصال على المسلمين حين يغزون في عقل دارهم ينبغي أن يدفعوا عن أنفسهم بلا شك و هذا الذي قلنا هو فرض و عين على الكبير و الصغير إلى الأخر الكلمات المعروفة و هناك جهاد طلب نحن نطلب من لم يغزنا من لم يعتدي علينا جهاد الطلب تحته يمكن أن نعين أنواعا كثيرة يمكن أن نطلب جهادنا يعني أن نبتدئ بجهادنا أو بقتالنا عدو لم يبدأنا لكن يترجح لدينا و ليس طبعا لدى العامة كما قلنا لدى السلطة لدى الجهاز العسكري لدى جهاز الاستخبارات العسكري إلى أخير المعنيين يترجح لدينا أنه يعد لحربنا و يتآمر نعم و يتآمر و يعد و نحن إن لم نبدأ به هو سيبدأ بنا بلا شك هذا اسمه حرب استباقية فالحرب الاستباقية تدخل في ضمن جهاد الطلب أعتقد مثل هذه الحرب يعني لا ينبغي للشرع أن يحرمها و لا ينبغي حتى للعقل ما فيه ما فيه إنسان عسكري أو إنسان واعي يحرم مثل هذه الأشياء هذه حالة تدخل في جهاد الطلب تدخل في جهاد الطلب في حالة ثانية الآن تقريبا هي غير متوفرة لكن كانت هي السائدة الشائعة في العصور الوسطى في العصور في العصور الوسطى لم تكن قوة معينة تلتزم بحدودها العادة كانت والسائد أن القوة دائما تتوسع وهذا كان شيئا عاديا معتادا حتى الشعوب نعم الشعوب معتادة عليه و لم تكن تجد أنفة من أن تحكم من خلال قوة أو عليها قوة خارجية هذا ليهم الشعوب عادي يعني شعب عربي يحكمه واحد بيزنطي روماني يحكمه واحد مثلا كسر وفارسي يحكمه عربي أيضا مسلم في يوم الأيام كما حصل في تاريخ الإسلام لا بأس ما يهم الشعوب أن يتحقق لها شيء من الأمن و شيء من العدل فالذي يعدل معها أكثر ينصفها وهكذا حتى في الشعوب الأوروبية كان هذا يحدث في العالم كله فأيضا هذا يدخل أيضا في جهاد الطلب يمكن أن تبدأ مع أنه كاف عنك و ليس لديك ما يترجح معه أنه ينوي أنه ينوي مع أنه كما قلت الواقع أن كل قوة حين تؤنس من نفسها الكفاية لأن تغزو وغيرها هي لا توفر تفعل هذا باستمرار كما قيل القوة لا تعرف الزهد القوة لا تعرف الزهد على كل حال لكن لا نريد الآن لا نتكلم بمنطق تاريخي أو حتى منطق عسكري بمنطق قرآني ماذا في القرآن الكريم و حتى منطق نبوي هل هناك آيات فعلا أباحة المسلمين أن يبدأوا بغزو غيرهم وقتال غيرهم مع أن هذا الغير كاف ومسالم مثلا إذا سمحت دكتور طبعا حنجوع على هذا السؤال ولكن مشاهدين الكرام بعد هذا الفصل انتظرونا مرحبا بكم مشاهدين وبرنامج جليات مائن قلبي دكتور تحدثنا قبل الفاصل عن جهد الطلب أو قتال الطلب هل هناك اتفاق من بين كل علماء الأمة حول ما ذهبت إليه؟ الحقيقة هي مسألة جهد الطلب وقع فيها خلاف صحيح أن بعض العلماء حكى فيها الاتفاق أو ربما حتى غامر فعكى فيها الإجماع لكن غير صحيح هناك خلاف جمهور العلماء و هذا أيضا تغلط فيه بعض المعاصرين جمهور العلماء يعني المذاهب الأربعة مثلا و غير الأربعة و حتى مذاهب ابن حزم الظاهري كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يجوز للمسلمين وبعضهم قال هو فرضوا كفاية فرض على الكفاية مجرد جواز فرض على الكفاية أن يغزوا غيرهم حتى و إن كف عنهم حتى و إن كف عنهم بمعنى أنهم يرون إذن هذا يرون أن لأصل في علاقة المسلمين بغيرهم ماذا؟ الحرب و السلم طارئ يعني حرب كأنها حرب مفتوحة حرب متواصلة لا تقطع إلا بعهد عهد صلوح أو معاهدة أو موادعة أو مصالعة كما يقال هذول هم كما قلت المذاهب الأربعة و ابن حزم هم أذن علماء الإطلاق الشيخ الإمام محمد أبو زهر رحمة الله المعاصرين في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام غارطة سبحان الله معنى فقيه عظيم وجليل جدا و قال و ليس أولئك بالأكثرين قال الأقلية قالوا بهذا ليس أقلية جماهير والعلماء قالوا بهذا هذا رأيي الجماهير لكن في المقابل هناك أقلية فعلا هناك أقلية و ليسوا بالأكثرين كالإمام سفيان الثوري المتعفة 160 للهجرة والإمام الأوزاع 160 كان معاصر لمالك و أبي حنيفة و جعفر الصادق الإمام سفيان الثوري والإمام أبي عمر عبد الرحمن الأوزاعي توفى 157 للهجرة والإمام بن شبرمة هؤلاء الأم الثلاثة و غيرهم قليل جدا قالوا لا لا يجوز للمسلمين أن يدهموا غيرهم أو يقاتلوا غيرهم ما داموا مسالما كافا عنهم ممنوع قالوا فهؤلاء ذهبوا إلى أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم السلم و الحرب طارئة حتى لو لم يدفع جزية مثلا نعم نعم كيف أن يفسر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين من بعده سأأتي لهذا لكن فقط أذكره الجانب الثالث أو الرأي الثالث الرأي الثالث هذا رأي لأبي حنيفة الإمام الأعظم و ينسب لبعض الأمة الزيدية و قال به بعض الأمة الزيدية أتبع الإمام زيد بن علي لأن أتبعهم في اليمن هؤلاء قالوا ماذا قالوا إذا كان هؤلاء الكفار مجاورين لنا و ليس بين ديارهم أو بلادهم و بين بلاد الإسلام حاجز من مفاوز أو صحارة أو مياه فهؤلاء الأصل في العلاقة معهم الحرب و يمكن أن ندهمهم لقوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم الكفار و ليجدوا فيكم غلظة في آخر التوبة أما إن كان بيننا و بينهم مفاوز و يعني مياه و ما إلى ذلك فلا أصلوا بينا و بينهم السلم و ليس الحرب طبعا واستدلت كل طائفة بأدلة قد يكون بالمناسبة أن نعرض لأدلة الجمهور لأن هذه مسألة مهمة جدا اليوم أعتقد في هذا الجهاد الذي يعلن يعني كثير من الناس يظن أن هذا هو الإسلام و أنه مأذول لنا بل نحن مأمورون و ملزمون على الكفاية على الكفاية بأن نخوض حربا مع العالم حتى نخطيعه لحكم الإسلام ثم نتركهم بعد ذلك أحرارا في دينهم اغتروا بهذا القول هو قول الجماهير للأسف الشديد نعم طب و قد يقول قائل إذا كان قول الجماهير كيف يمكن إيه أن لا نذهب إليه الحقيقة رأي سفيان الثوري و رأي الإمام الأوزاعي و إبن شبرمة ذهب إليه كثيرون جدا بالمعاصرين هذا الرأي لم يبقى مستوحشا لم يبقى معزولا فل هائلة من علماء العصر ذهبوا إليه و عززوا بأدلة و دراسات نيرة من أجمل ما يكون قوية جدا و حاليا بأن يطلع عليها و قرآنية هذه الأدلة أدلة من القرآن بالذات من القرآنية و من السنة أيضا أدلة كثيرة جدا جدا من بينهم محمد عبدو مفتي مصر محمد رشيد جضاء الشيخ محمود شلتوت الشيخ الأزهر رحمة الله تعالى عليه الشيخ المراغي الشيخ الأزهر أيضا الشيخ محمد عبدالله دراز الشيخ محمد الغزالي الشيخ العلامة وهبة الزحيل الفقه الشامي مدى الله في عمره كثيرون جدا عبدالرحمن عزام صاحب الرسالة الخالدة حتى العلامة القرضاوي كثير من العلماء قالوا بهذا القول قالوا الأصل بيننا و بين غيرنا السلم الحالة الأصلية السلم و لذلك لا يسوق لنا أن نبدأهم بقتال و القتال يقتصر فقط على حالات معدودة كالدفاع أو حالات الاستنصار للمستضعفين إذا بعض القوة مثل خارجية غير المسلمة اضطهدت المسلمين في هذه الحالة يجوز للمسلمين و ليس بيننا و بينهم ميثاق قوة معينة ليس بيني و بين عهد ولا سلام ولا أي شيء قوة بعيدة عني ولكن اضطهدت المسلمين عذبتهم قتلتهم فتنتهم في دينهم فطبعا يجب على أي قوة إسلامية أخرى أن تتصدى لها طبعا تحت نظام الدولة نعم طبعا ليس مثلا اجتهادات فردية من أشخاص أحسنت كما قلنا قبيل قليل واضح أنه علينا أن نتعلم من درس التاريخ كل هذه المناشط الجهادية التي تشنها جماعات و أفراد عادت بالضرر عليهم و علينا و الله و الإسلام ينبغي أن تقوم بهذا الدول الجيوش و المنظمة طب و أنت خذلت الدولة عن نصرة المستضعخين الله المستعان حين إذن الله المستعان يعني ينبغي أن يضغط على الدولة ليس أن ينفلت شباب و يقوموا بهذه الأعمال بنفسهم لأنه كما قلت في حلقة سابقة معظم هذه الأشياء أيضا لا تتركها القوى الدولية المتربصة و الاستخبارات العالمية توظفها توظيفا خبيثا و في نهاية المطاف ترتد دائما علينا بالشؤم و بالنكبات هو هذا الدرس هذا الدرس يعني نحن عصرنا و عايشنا و لازمنا نشتر الويلات طيب نرجع لتاريخنا الإسلامي الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين من بعد يعني لا ينطبق عليها كثير من ما ذكرت لا بالعكس في الحقيقة يعني هؤلاء الذين رأوا أنا أسميهم الحربيين يعني الذين يرون الأصل في العلاقة مع غير المسلمين هي الحرب أسميهم فريق الحربيين للتمييز و الفريق السلاميين أسميهم السلاميين الحربيين يحتجوا بجملة أدلة الكتاب والسنة و من ضمنها غزوات النبي قالوا النبي كان يغزو من لم يغزوه أيضا و هذا في الحقيقة كلام غير دقيق و غير محقق لماذا؟ هناك ثلّة من علماء العصر أعادوا النظر بدقة في حروب النبي في وقائع النبي و طبعا بين قرسين نقول يعني من أسف أنها تسمى الغزوات على فكرة يعني يعني النبي في حيات كثيرة كان يغزى و نقول غزوة يعني الخندق غزوة الخندق من الذي غز من؟ و لم يغزو أحدا و نقول غزوة أحد من الذي غز من؟ للأسف الشديد يعني نحن كأننا نحب هذا المنطق الحربي و الذي يشمنه بعض الناس منطق حتى عدوان في الحقيقة نحن اعتدي علينا على كل حال فهناك العلامة أحمد زكي باشا ليس أحمد زكي العالم الشهير لا أحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة أنجز بحثا مطولا دقيقا في غزوات النبي و حقق منها خمسا و عشرين واقعة أثبت فيها كلها أنها لم تكن عدوانا و لا هجوما من رسول الله إنما كانت دفعا أو ما هو في معنى الدفع حتى معركة بدر ليست عدوانة هي في معنى الدفع معروف حيثيات بدر مثلا خمسة و عشرين واقعة وأخذها بعد ذلك الأستاذ الكاتب الكبير عباس العقاد وأثنى على هذا البحث و اعتمده تماما في كتاب حقائق الإسلام و أباطيل خصومي ثم وجدنا ثل عظيمة من العلماء أيدوا هذا الرأي ذهبين إلى أن حروب النبي و وقائع النبي في الأصل و في الجوهر بقيمة تأمل كانت حروب دفاع و ليست حروب هجوم من ضمنهم من ضمن هؤلاء العلماء شيخ الأزهر العلامة التونسية الأصل محمد الخضرحسين رحمة الله تعالى عليه و من ضمنهم إلى حد ما محمد عبده و محمد رشيد الرضا في تفسير المنار و الشيخ الإسلام ابن تيمية و أكثر منه ابن القيم تلميذه في كتاب أحكام أهل الذمة كلام يؤكد هذا أن حروب النبي دفاعية كانت خاصة لابن القيم فصل فيه و ابن تيمية له كلام فيه ثم كثيرون بعد ذلك أكدوا هذا أنها كانت حروب مثل أيضا علامة الزحيلي و الشيخ البوط كثيرون حروب دفاع لم تكن حروب هجوم فليس فيها دليل إذا أرادوا أن يستدلوا فليستدلوا بما طبعا تعودوا أن يستدلوا به أدلم الخلقان و السنة عندما بدأت الفتحات الإسلامية نعم الآن نأتي إلى الخلفاء الرشدين مثلا و فتحاتهم فيه بلاد الشام أو بلاد العراق و مصر فالحقيقة الذي حصل أستاذ سعود كما قلت لك كما قلت لك في ذلك العصر حتى في عصر رسول الله لم يكن الإسلام ليترك و شأنه يعني رسول مات و هو يحرج على أصحابه على كبار أصحابه أن ينفذوا ببعث أسامة لماذا؟ نحن نعلم أنه في السنة التاسعة النبي ذهب في جيش جرار عبأ جيشا جرارا لجبا أكثر جيش أكبر جيش في تاريخه السيرة إلى بلاد الشام لمناجزة الروم ولكن الله كفى معاكة العسرة تبوك في السنة التاسعة كفى الله المؤمنين القتال لماذا؟ لأن الروم كانت تعد لحرب رسول الله في المدينة و معروف الحديث في صحيح البخاري أرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام فإذا أنت لست متروكا هكذا فارس كسر فارس طلب رأس رسول الله مزق كتاب رسول الله و طلب من عاملها على البحرين أن يأتيه برأس محمد هذا اعتبره غلاما أو فتى ثائرا هذا عليه سلطة السيادي و طلب برأسه إذن ماذا يفعل عمر بن الخطاب مثلا لابد أن ينجز هذه القوى الظالمة بيزنطة و فارس لابد أن ينجزها لو تركها ما كانت لتتركه حتما كانت تستأصل شأفة الدول الإسلامية و شأفة المسلمين و كانت تريد أن تقول لأن كان مثلا عمر رضي الله عنه أراد أن يدفع البلاء و لم يكن المقصود من ذلك نشر الإسلام حرب استباقية طبعا حرب استباقية ما كان المقصود منه كل الفتوحات نشر الإسلام الإسلام لا ينشر بالسيف الإسلام في الفتوحات الراشدية بالذات بعد ذلك سيختلف الأوضل في الفتوحات الراشدية هم يعلمون و أعلم منهم و أفطن أمن الإسلام لا ينشر بالسيف الإسلام أبدا الإسلام لو أتيح له مجال فقط أن يلقي كلمته في أمن و دعوة زكون لا يمكن أن يرفع سيفا على أحد ولكن كما قلت لك سيدنا عمر قام بحرب استباقية وما الخير أنه قام بها اللطيف طبعا أن هذه الشعوب المفتوحة كما يقال رحبت بالفاتح الجديد رحبت به جدا ثم دخلت في دينه وما كان عليها أن تدخل في دينه لأنه لم يرهقها في دينها وتركها آمنة موفورة لقاء جزية بسيطة جدا شبه رمزية هي بدل حماية أو بدل خدمة عسكرية كما يقال ولكنهم دخلوا طواعية وسماحا في الإسلام رحبوا به لأنهم رأوه أرحم بكثير من الرومان أو بيزنطة ومن فرس أو فارس هو هذا لكن بعد ذلك طبعا لكي أكون أمينا مع ضميري لا طبعا حدث توسع في ظل الأمويين وفي ظل العباسيين ومثل ذلك هذا التوسع كان توسعا أمبراطوريا لكن فعلوه كما تفعله كل القوى وكما قلت لك وبيلا قليل الكل كان يفعل هذا وأكيدهم لو لم يفعلوا أيضا لفعل بهم لأتتهم قوى أخرى وغاسة هكذا العالم كان وأيضا هنا أقول وأذكر بما ذكرته في أكثر من مناسبة هناك عشرات المؤرخين الأوروبيين المنصفين يؤكدون أن الفاتحين المسلمين منهم هي والعباس ومن تلاهم رغم مقوعةهم طبعا مثل كل فاتح في بعض الأخطاء إلا أنهم كانوا أرحم فاتع عرفه التاريخ تخيل أرحم فاتع عرفه التاريخ لم يكن من سيرة المسلمين أن يبيدوا الأجناس الأخرى جينوسايد أو تطهير عرقي على أسس عرقية أو دينية أو كذا مستحيل هذا لم يعرف بفضل الله تبارك وتعالى في تاريخ الفتوحات الإسلامية لم يكن أيضا من هديهم أو من خطتهم أن يرغموا الناس على الدخول في الإسلام أبدا بالعكس تركوا كل الأديان والملل والنحل واكتفوا بالجزية من عباد أوثان شوف الهند أنت يعني فتحوا الهند فيها مئات النحل والأديان تركوها كلها لم يقولوا إلا النحل فلانية لا بد أن تستوصل أبدا أبدا حتى معابدهم وكان أسهم قول شيء بقي كما هو ولم يقولوا لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس للحديث المشهور أو من له شبهة كتاب كالزرود اشتئين مثلا أبدا أخذوا الجزية من كل الصنوف وتركوهم وهذه خطة على فكرة أثنى عليها أكثر من منصف فالشرق والغرب من النصارى غير المسلمين قالوا خطة عبقرية وغير مسبوقة أن تأخذ مني جزية قليلة وتتركني حرا في ديني هذا شيء غير مسبوك بالطريقة هذه فلا بد أن نعترف بهذا لكن هي فتوحات إمبراطورية بلا شك توسعت بها القوى الإسلامية هذا طبعا تذكروا في العصور قوية العبارة ما بعد الخلفاء الرشيد دكتور تسمحني طبعا سنستكمل حديثنا حول هذا الموضوع ولكن مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير انتظرونا مرحبا بكم مشاهدين الكرام وبرنامجكم مرحبا بكم مشاهدين الكرام وبرنامجكم ليطمئن قلبي دكتور نتحدثنا عن القتال طيب ما هي الأدلة التي ذهب إليها من شرعوا مقاتلة العدو حتى لو لم يبادر أو لم يقاتلنا ونحن نعلم أن القرآن نهان عن العدوان صحيح أحسن طيب أعتقد فيما تبقى من وقته سيد السعود لأن الموضوع أيضا طويل جدا حتى لو بعض الأدلة نعم أكتفي بعض الأدلة عمدة أدلة هؤلاء معروف لدى الجميع ما يعرف بآية السيف قالوا آية السيف هي التي فتحت لنا باب قتال من لم يقاتلنا طبعا اختلفوا في هذه الآية لكن الأرجح أنها هي الآية الخامسة من سورة التوبة حتى لا نضيع الوقت لو تأملنا نحن في سياق هذه الآية الجليلة فإذا سلخ الأشهر الحرم الآية هذه الخامسة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرس إلى آخره هذه الآية لو تأملنا في سياقها هذا السياق يشعرنا مباشرة بأن المراد بها ومنها غير ما ذهب إليه هؤلاء الجماهير بالعكس واضح أنها تتحدث عن أنفار أو عن نفر مخصوصين من المشركين بدأوا بالعدوان ونقضوا العبود ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة والآية وصفتهم بعد ذلك أو السياق عفوا وأولئك هم المعتدون ماذا نريد بعد واضح أنها تشرع الآية هذه لقتال معتدين لقتال معتدين ولذلك هذه الآية الخامسة مسبوقة بالآية الرابعة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين تأتي الآية الخامسة آية السيف ولتها الآية السادسة وإن أحد من المشركين هاي مشركة استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هذه الآية السادسة الآية السابعة كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسول إلا الذين عهدتم عند المزع فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين أنا أدعو أخواني المشاهدين المشاهدات أن يعودوا فقط إلى المصحف وأن يقرؤوا الصياق وأن يتأملوا فيه بدقة خالين أو خالية أذهانهم من مسبقات وسوف يضح لهم تماما أن هؤلاء المشركين الذين تتناولهم آية السيف أو تناولتهم مشركون مخصوصون بدأوا بالعدوان فهذا قتال معتدين هذه الآية الخامسة بعضهم قال الآية التاسعة والعشرون وهي آية الجزية باختصار لكن آية الجزية لو كانت هي أي آية السيف وتبيح قتال من لم يقاتلنا لماذا جعلت غاية القتال الجزية طبعا على طريقة الجمهور ينبغي أن تكون غاية القتال نحن لماذا نقاتل الناس لندخلهم الإسلام هكذا يقولون عشان الإسلام من عجل الإسلام طبعا هذه المقدمات باطلة طب إذا من أجل الإسلام إذن يجب أن تكون الغاية الأولى لقتال أهل الكتاب هؤلاء ما هي أن يسلموا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لكنها لم تقل هذا قالت حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لماذا لم تذكر غاية القتال إلا غاية واحدة التفت إلى هذه المسألة العلامة الإمام الأكبر محمود شلتوت رحمة الله علي في رسلاتها الممتازة القرآن والقتال قال قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون مؤذن بسابقية تمردهم وعدوانهم إذن واضح أن الآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة آية الجزية تتحدث وتأذن وتأمر في قتال نفر من أهل الكتاب سبق منهم التمرد والعدوان لذلك جعلت غاية قتالهم هذا الكلام المنتظم الدخيخ فلذلك أنا أدعو أخواني وأحبذ أن تقرأ أعمال من ذكرت من السادة الإمام العلماء المحدثين في موضوع الجهاد لهم دراسات رائقة وقوية ومحققة حقيقة ثم بعد ذلك قيل الآية هي السادسة والثلاثون من سورة التوبة وقاتل المشركين كافة يقول الله يقول قاتلوا كل المشركين كما يقاتلونكم كافة وليس فيها دليل إيه واضح على ما ذهبوا إليه لماذا ما موقع كلمة كافة هنا قاتل المشركين كافة هي منصوبة على الحالية حال من ماذا قد تكون حالا من الفاعل وهو الجماعة في قاتلوا يعني قاتلوا وأنتم كافة يعني قاتلوا أيها المسلمون مجتمعين غير متفرقين وهذا الذي ذهب إليه الطبري وهو الذي يلتأم بقوله تبارك وتعالى وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيعُهُمْ يعني قاتلوا دائم صفا واحدا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إذا ذهبنا إيش إلى أن كافة حال من الفاعل أو الجماعة في قاتلوا وليس المقصود فيها كافة المشركين أحسنت قد يقول قائل لماذا يمكن أن تكون حالا من المشركين يعني من المفعول وليست من الفاعل يعني قاتلوا المشركين كافة بمعنى كافة المشركين يعني كل المشركين كل المشركين حتى في هذه الحالة لا بأس تعرف لماذا نذهب كما يقاتلونكم كافة يعني كل المشركين اجتمعوا على حربكم إن حصل هذا فعلا وإن اجتمعوا كل المشركين على حرب يعني تألبوا علينا وصاروا إلبا واحدا فمن باب المعاملة بالمثل أن نقاتل إيه كل من قاتلنا وهم كل المشركين لا محدى فالآية ليست واضحة فيما ذهبوا إلي بعضهم ذهب يستنجد بالآية الحادي والأربعين من سورة التوبة انفروا خفافا وثقا وجاهدوا وهذه الآية في الحقيقة ليس فيها تعميم بخصوص من يقاتل قصاراها تعميم بخصوص من طلب منه القتال فليست واضحة بالمرة في الموضوع هذه احتجوا بعد ذلك بآية الفتنة قاتلهم حتى لا تكون أي فتنة ويكون الدين لله والعجيب أنهم اجتزعوا بهذه الآية من سياقها الذي جعلوه منسوخا وهو سياق ينهى عن العدوان ويكرهه لأنه إيش الآية السوط البقرة ولا تعتدوا إن الله لا يحب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم هم الذين أخرجوكم وحاربوكم والفتنة هذا هو هذه آية الفتنة والفتنة لا يقصد بها الشرك إنما يقصد بها فتنة المرأة عن دينه وهذا هو الصحيح والأدلة كثيرة في هذا الموضوع طيب يعني لو رجعنا إلى الواقع الذي نعيشه الآن في العالم الإسلامي تجد أن القوة العظمى وتحدثنا مثلا وتحدثنا عن أمريكا نعم دمرت أفغانستان و نرى الأبرياء و المدنيين بمئات الألوف الذين ذهبوا ضحية هذه القوة الغاشمة ألا يحق للمسلمين أن يعاملوا الأمريكان بالمثل أن يقتلوا أبرياءهم و نساءهم و أطفالهم لا أعوذ بالله لم يقل أحد إن هذا هو المقصود من الآيات و إن عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عاقبتم به أبدا لم يقل أحد و إنما طبعا هي المبدأ حتى القرآني و مبدأ العدالة المقبول عند كل الفطر البشرية ما هو أنني ينبغي أن أنتقي ماء ممن أساء إلي و السؤال من الذي أساء إلي هذا المدني الكاف المسالم الجالس المسكين في بلده لا علاقة له و قد يكون معارضا يعني في الحرب العراق 2003 أعظم تظاهر في العالم كانت في لندن أليس كذلك مليونية العرب لم يخرجوا ضد هذه الحرب كما خرج الإنجليز هو واضح أن هؤلاء ضد هذه الحرب و يجرمون أكثر مما جرمناها جميل إذن لا يمكن أن يكون مراد أن أكرث هؤلاء أن أدهم هؤلاء أن أغدر بهؤلاء أفجر وأقتل و إنما المراد ما هو نعم تتصدى الجندي الذي جاء يقتلك الذي دهمك و و صال عليك في ديارك و كما قلت بالأمس و أنا واضح هنا و طبعا هذا كلام يغضب يعني يجوز مثلا للمسلمين أن يقتلوا لو علموا عن بعض الجنود الأمريكان أنهم موجودين الآن في أي ولاية من الولايات الملكية لا يجوز أيضا شرعا لا يجوز هذا ليس من أداب الإسلام شوف الإسلام شيء عجيب الإسلام حين تقرأ أنت الفقه الإسلامي تماما خاصة المؤسس على النصوص تجد أنه سابق لعصري حتى سابق لهذا العصر لم يؤمن بالحرب الشمولية أخلاقي جدا في فقه الحرب الإسلام في فقه الحربي الجند الذي يقتل هو الذي يقاتل في ساحة المعركة تخيل؟ أو انظفر به طبعا في المعركة انظفر به أخذ أسيرا و ثبت عليه جرائم حرب يمكن أن يقتل بجريمة الحرب لكن في ساحة المعركة تخيل أما الذين يكونون في ساحة المعركة و لا يقاتلون فعليا كالأطباء و الممرضين و الممرضات مثلا و بعض الذين يعنون بأشياء مثل هذه هؤلاء لا يقتلون و يدخلون تحت قول النبي و لا يقتل عسيف العسيف هو الأجير يستأجر الأعمال حربية الأنوى ممنوعا يقتل إذن لا يمكن الإسلام أخلاقي حتى في الجهاد و القتال أنت تقاتل من يقاتلك و في ساحة المعركة أو ما له حكم ساحة المعركة يعني افتر أنه إيجاء و اتخذ له ثقنة عسكرية يتحصن بها يتحصن بها و أراد المسلمون أن يداهموا لا بأس لأنه في عرضنا و جاءنا غازيا و هو الآن جندي و يمارس جنديته علينا طبعا و كما أقول دائما كل حرب و كل عدوان يفرز مقاومته هذه نبدأ عادة كيف أن إذا استسلمنا لما ذكر الدكتور كيف أن نكون أمة قوية يعني الآن نطهد كمسلمين و نحارب على كافة الأصعدة يعني و تريدنا أن نكون مهادنين لهؤلاء أنا لم أقول هذا أنا كلامي هذا الذي انتهيت منه للتو و كما أقول لك هذا كلام يغضب يغضب الأمريكان و غير الأمريكان أقول لك هذا مع المقاومة نعم أنا مع مقاومة الاحتلال مع مقاومة الغازي المعتدي المجرد لكن انتبه بالطريقة التي سلكناها و استنعناها في الدفاع عن أنفسنا و هي طريقة ثأرية انتقامية و لا أخلاقية قتل النسوان و الصبيان و الكافين و الأمينين و المسالمين و كما أقول لك قد يكون يعني إيه أنفار كثير من هؤلاء الكافين و المسالمين معنا ضد الغزو و ضد الحرب علينا و نأتي نقتلهم بطريقة لا أخلاقية و طريقة غادرة طريقة التفجير و الذبح و كذا أنا أقول لك نحن فعلنا هذا للأسف طبعا لم يستفتي أحد عدنان و لغير عدنان نحن فعلنا هذا و ما النتيجة النتيجة فعلنا هذا و صارت تسقط لنا دول أكثر و تضيع لنا أشياء كثيرة كل يوم لماذا لأنك أنت تعرض نفسك لغضبة قوة أنت لست ممن يعني يعدل بها في موزير القوة أنت لا تأتي شيئا بالنسبة إليها لذا كيف نكون أقوياء أنا أقول لك نكون أقوياء بأن نشتغل في بلادنا نبني دولنا نبني شعوبنا علميا و تقنيا و أخلاقيا أيضا و روحيا و نتوحد و نبتعد عن النزعات الطائفية و النزعات التمييزية و العنصرية و النزعات الكراهية و البغضاء و إثارة الحروب في العالم على الإسلام و على المسلمين نبتعد عن هذا كله و نثبت أننا لسنا أقل من غيرنا يعني هل يمكن أن نتحقق هذا كله يا دكتور و أنت تعلم في قلب العالم الإسلامي دولة محتلة اللي هي إسرائيل إسرائيل طيب إسرائيل نحن جربنا نشوف جربنا كيف نقويمها و لا بد أن نستخلص الدروس نستخلص الدروس لم نستخلص هذه الدروس انظر الآن إلى حال القضية الفلسطينية و أين وصلنا نحن ممزقون نحن نريد أن نقاتل و أن ندافع و نحن ممزقون و لازلنا نتمزق و نمزق أنفسنا فطبيعي و لذلك كما قيل قبل ذلك قوة إسرائيل بلا شك هي دولة أو دولة قوية و لكنها ليست بتلك الدولة العظمى التي فعلا يمكن أن تعدل بالعرب جميعا و بالمسلمين زهاء مليارين من المسلمين و لكن قوتها عرض لمرض و هو ضعفنا و تمزقنا و تخاذلنا و انقساماتنا للأسف الشديد نحن ينبغي علينا كما ذكرت بالأمس يبدو أن هناك مكرا كبارا يحيط و يحدخ بهذه الأمة يعمل دائما على استبقاء صراعاتها الداخلية و صراعاتها البينية للأسف تناقضنا الأكبر مع أنفسنا بالأسف المسلمون يسلكون على و يصدرون عن هذا المنطق أن التناقض الأكبر ليس مع العدو التناقض الأكبر معك مع أخي العربي مع أخي المسلم و من أجل أشياء غريبة عجيبة لا أحب أن أخذ فيها الآن لكن معروفة هذه البداية الصحيحة و واضح يعني أنا بالنسبة لي لا أكاد أتردد والله و لا أرتاب لحظة أننا إلا من نشتغل بهذا المنطق أنا أقول لك نحن إلى ضعف و ذوي مستمر إلا من نكون لقدر الله إلى زوال على الأقل بعضنا ينبغي أن نكون واقعيين المنطق الثائري و المنطق العاطفي و الحماسي هذا و منطق الضرب كما يقال يعني ضرب نخبط خبط عمياء لكنها جابت نتائج دكتور يعني مثلا لو تحدثنا عن إسرائيل المقاومة الإسلامية حماس يعني بما تقوم به من عمليات يعني استطاع المفاوض الفلسطيني من الطرف الآخر أن يحقق يعني حقق ماذا يعني أفضل مما كانوا عليه قبل 20 سنة بالعكس أنا أعتقد أننا كنا حتى في بداية يعني الآن هناك دولة أسمى دولة فلسطين بدأت تعترف بها بعض الدول دولة فلسطيني الممزقة طبعا هناك لدينا حكومة نحن في غزة و لدينا حكومة في الضفة لدينا حكومتان بالأمس تقريبا تابعنا بعض الأنباء و بعض الصحف تقول لك هناك خلاص تقريبا شبه هدنة يعني بين حكومة غزة و بين إسرائيل لست سنوات ما الذي يحصل ما الذي يجري هناك أنا أقول لك نحن أيام المرحب أبو عمر رحمة الله تعالى عليه كنا أفضل حالا مما نحن عليه الآن عشرات المرات لو تركناها أبا عمار يعمل كما أراد الرجل أتانا تقريبا يعني بدويلة فلسطينية صغيرة المفروض أنها كانت يعني متواصلة قابل حياة نوعا ما أتانا في غزة بمطار و كان بينه و بين الميناء بضعة أشهر كل شيء دمر و باسم المقاومة انتبهها باسم المقاومة و كان الرجل يصيح لماذا يا إخواننا و المقاومة الآن على فكرة طيب جرب جرب الآن خلي واحد في غزة يقاوم يلقي بصواريخ يقتل طيب إيش صار في المقاومة إيش اللي حصل هذا شيء كما يقال يعني باللغة الشامية يضع العقل في الكف أنا أقول لك بس و على فكرة هم يكرهون صراحتي إخواني وأحبابي يكرهون صراحتي وأنا لا أستطيع والله العظيم إلا أن أكون صريحا أقسم بالله يعني اليوم يكتب لي أخ يقول يبدو أنه لن يبقى لك صديق قلت في نفسي و ما علي إن كنت صديقا أنا للحق و أن كنت متصادقا مع ضميري بإذن الله الحقائق الواضحة التي تفقى العين و فقط أعيوننا أعيوننا تماما أننا الآن لم نأب إلا بالخيبة قزمنا مشروعنا مزقنا وحدتنا مزقنا كل شيء و موعودون بالمزيد من هذا و مع ذلك لا نحب من ينصح لنا و يقول أنتم كنتم على خطأ أنتم سلكتم طريقا النهاية كانت إيه خاصة هذا الحديث موجهي لمن؟ للمقاومة الإسلامية حماس؟ بشكل أساسي و طبعا حتى أنا لا أوفر الآخرين فتح و غير فتح طبعا لأننا لم نعمل بعقلية شعب واحد حقيقة أبدا لم نضع استراتيجية حقيقية لنحر أنفسنا و نستعيد إيه أرضنا المحتلة الآن طبعا كما قلت لك يعني انتهوا إلى هدنة ربما لا ندري هنشوف هذا تسرب و ترشح بالأمس يعني إن شاء الله و هم روضون بهذا الوضع إن شاء الله دكتور انتهى وقت الحلقة شكرا لك و إن شاء الله غدا موضوع آخر شكرا لك أستاذ السعود شكرا لجميع أخواني و أخواتي و المشاهدين و المشاهدين كما قال ضيفنا الدكتور عدنان إبراهيم لو ترك الإسلام و شأنه لما رفع هذا الدين العظيم السيف على أحد فلا حرب إلا على المعتدين دمتم آمنين مطمئنين إلى اللقاء صلوا على الهادي المشيد من قد أتى للناس رحمة منهاجه الشرع المدير وهديه مش كاتو حكمة صلوا على ناح الظلام المصطفى خير الآلاب صلوا على ناح الظلام المصطفى خير الآلاب صلوا علي يشفع لنا دا الكريم يوم انقيام